يحيى ابناء المكون المسيحي وباقي العراقيين هذه المناسبة وسط أزمات متعددة فالمكون المسيحي تحديدا وبعد موجات متفاوتة من التهجير بسبب الأزمات التي شهدها العراق نزح الكثير منهم إلى أقليم كردستان ليكون ملاذا آمنا لهم من خلال توفير الكثير من الحقوق الدينية والثقافية حيث يسكن في الأقليم حاليا أكثر من 150 ألف مواطن مسيحي يتواجد معظمهم في أربيل ودهوك أشجار زينة في مدينة أربيل استعدادا لاستقبال أعياد الميلاد أبرز الأعياد لدى المسيحيين قضاء عن كاوا ذات الأغلبية المسيحية في أربيل بهت أعداد ساكنيه أكثر من السابق بعد نزوح الكثير من المسيحيين في محافظات العراق الأخرى إليه وجدت العوائل المسيحية من إقليم كردستان ملاذا آمنا يوفر لهم حرية دينية وثقافية أفضلة مقارنة بغيره من أجزاء العراق كما يرى بعض المسيحيين طبعا المسيحيين بشكل عام في العراق تم تهجيرهم ويوم عن يوم تتناقص العداد بسبب الأوضاع السيئة الاقتصادية والسياسية والأزمة بشكل عام في العراق أما في إقليم كردستان فهناك أجواء أحسن للمسيحيين كيقام تقوصهم وأنتم تشاهدون يوميا بأنه عدد الكنائز وعدد المسيحيين في الزياد حولت حكومة الإقليم عن كاوا إلى قضاء مستقل داخل أربيل كجزء من الخصوصية لساكنه من المسيحيين وشرعت القانون رقم خمسة في برلمان كردستان الذي يجرم خطاب الكراهية ضد المكونات حيث بات المسيحيون يتمتعون بأوضاع يصفونها بالجيدة في إقليم كردستان لكن موجات الحجرة إلى الدول الأوروبية ما زالت مستمرة الحجرة مستمرة إلى الخارج وهذا شيء يؤلمنا لأن الخارج هو مو بالأمان الكافي إنسان مني يتهجر من الوطن مالا من بيته فما يشعر بلذة العيد خاصة في اختراب يسكن في إقليم كردستان أكثر من 150 ألف مواطن مسيحي بحسب أرقام غير رسمية حيث يرتكز تواجدهم على محافظتي أربيل ودهوك ويحتوي الإقليم على نحو 120 كنيسة تقام فيها الطقوس الدينية وتستعد الكثير منها في الوقت الحالي لإقامة صلاة القداس بمناسبة أعياد الميلاد رغم نزوح الكثير من المسيحيين إلى إقليم كردستان خلال السنوات الماضية بفعل الحرب وعدم استقرار الأوضاع إلا أن آماد العودة إلى محافظاتهم الأصلية تتكرر باستمرار مع قدوم مناسباتهم الدينية علي زيتو قناة ججلة أربيل ترجمة نانسي قنقر